اشتركوا في القناة الحميدة. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة سنتعرف جميع على واحد ثلاثة النقاط كالتمنح في مادة الفلسفة. نقدر نقول بان هذه ثلاثة النقاط مجانية. ولكن بشروط. سنتعرف علي ان شاء الله من هذه الحلقة. شون هم هي الشروط ديالها ثلاثة النقاط هذه. سواء في السؤال او لا في القولة او لا في النص. طبعا وجميع الشعب. هنا عندنا الشعبات ديال الاداب والعلوم الانسانية. مسلك الاداب. وايضا غادي نشعر نوريكم حتى اه بالنسبة لعني للشعب الادابية. لكن قبل ذلك خاصنا نتعرفه على سلة متنقاط. علاش? باش متلا تكون كتخدم الفهم وانتعرفش حالة النقاط كنا في الفهم. اذا الفهم عليها ربعة ديال النقاط. ربعة ديال النقاط كتتوزع للشكل التالي. يعني ما كناشي حاجة عشوائية او لا يعني مشكلة اعتباطي. تحليل عندنا فيه خمسة ديال النقاط. كتتوزع للشكل تالي هذه الاشياء ممكن انكم توقفوا الفيديو وتقراؤوها بتمعون. اذا اخي ربعة في الفهم وخمسة في التحليل هي تسعود. المناقشة عندنا فيها خمسة ديال النقاط. وكتوزع على الشكل تالي. اذا اه اه خمسة سعود وخمسة هي اربعتاش. التركيب عندنا فيه ثلاثة ديال النقاط. اذا ربعتاش زائد ثلاثة هي سبعتاش. تبقى لنا ثلاثة ديال النقاط. اذا ها هو ثلاثة ديال النقاط. او ها هي ثلاثة ديال النقاط فين كالتعطاء. ونقدروا نقولوا بي انها ثلاثة ديال النقاط مجانية. مجانية. الجوانب الشكلية. اذا تماسك العرض. العرض ديالك ستكون متماسك بين يعني الفهم والتحليل والمناقشة والتركيب سيكون تماسك في ما بينها. ثم سلامة اللغة. اللغة ديالك سليمة خالية من الاخطاء الاملائية واللغوية والنحوية. ها المسائل يخصكم تركزوا عليها بزاف. وضوح الخط الخطة ديالك يكون واضح. شوف معايا. يروا وضوح الخط بوحدو عليه نقطة وحدة. اذا آآ رجاء كانت منه على انها ثلاثة ديال النقاط هذه اللي كانت تمنح ما تضيعوهاش هالاخوان ما تضيعوهاش. نفس شيء بالنسبة للقولة. ها نسعت. هالقاولة خمسة ديال النقاط المناقشة. آآ خمسة نقاط عفوا. آآ ربعات النقاط في التحليل. في الفهم. ها هو الفهم ربعات النقاط. تحليل خمسة ديال النقاط. آآ المناقشة خمسة ديال النقاط. تركيب ثلاثة ديال النقاط. آآ الجواني بالشكلية هي. الجواني بالشكلية. ثلاثة ديال النقاط. نفس شيء بالنسبة للنص. ايضا نفس شيء. بش بلا ما نوريكم. انها بتمباشرة الى بش ما نطور شي لكم عفوا نبط مباشرة الى جوانب الشكلية انتم كيف تشوفوا معايا تماسكوا العرض سلامة اللغة وضع الخط نفس الشيء عندو ازدعب الى اه هيا الشعب اه العلمية تهم نفس الشيء الاخوان فقط انا نوركم باش تأكدوا يعني من هاد المسألة هادي هي تحليل الخمسة ديال النقاط المناقشة خمسة ديال النقاط اه تركيب اه تركيب ثلاثة ديال النقاط ها هي الجوانب الشكلية ثلاثة ديال النقاط الاخوان اذا رجاء رجاء وكنتمنى منكم انها ثلاثة ديال النقاط دي ما تضيعوهاش ما تضيعوهاش هذه فرصة فرصة كبيرة اذا الى كانش سؤال خليلوا في التعليق واضربوا لكم معيدا الى حلقة القديمة ان شاء الله